سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. لسه مكملين كلامنا عن الموضوع دوت انا عملت له بلاي لست لوحده زي ما انت شايفه قدامك كده. اول فيديو هنا شرحنا الخاص بالماسكا واللي انا قلت لك ان هو معتمد على الخاص بالفاستر يعني انت الاول لازم تشوف بتاعت الفاستر او بعد كده تيجي تشوف دي او لو انت مكمل في الكبيرة اللي هي في امتين واحد فيديو فخليك ماشي فيها زي ما انت هتلاقي كل المواضيع فيها مترتبة. بعد كده تاني فيديو هنا خدت نسخة من الفيديو بتاع اللي موجود في بتاعت وحطيته هنا في دي لان زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات ان هو اصلا ظهر في الخاصة به فعشان كده انا حطيته هنا. الفيديو التالت ده هو تطبيق عملي على باستخدام فاحنا النهاردة هناخد تطبيق عملي كمان ولسه في تطبيقات عملي كتيرة جاية قدام ان شاء الله على وكمان هنشتغل على ونعرف ازاي نعمل بالنسبة لي التول اللي احنا هنستخدمه النهاردة او اللي احنا هنستخدمه النهاردة بالنسبة لي اه المسكة هي اسمها تمام اول حاجة طبعا اه هتيجي تعمل بتاعتك هتنزل فيفضل طبعا ان انت تعمل جديدة تعمل جديدة لان انا لما اشتغلت على اللي كانت موجودة عندي كانت اه خلينا افتكر معاك اهو اللي اهو كانت فطبعا البيكسل ما اشتغلتش معي على دي من فاضطرت ان انا اعمل جديدة وبالنسبة اللي موجودة عندي اهي دي اللي ايه تو بوينت فايف بوينت زيرو وبالنسبة هتلاقي ان هي فور بوينت ايت بوينت زيرو فلازم تاخد بالك من موضوع ده عشان ما يطلع لكش اي ارور بالنسبة لي موضوع بسيط جدا والفوت بتاعها صغير فتعالا كده نبدأ مع بعض ونشوف اهو اول حاجة هنا عملنا امبورت لي البيكسل ليب بعد كده بقى هنبدأ نعمل هنا الموديل بتاعنا هنقول اه اللي احنا عملنا لها امبورت هنا اه بعد كده هنبدأ نعمل بقى عشان نبدأ نستخدمه في موضوع اه ماسك ارسي هنا بالنسبة للموديل ده عشان تعمله دولود هتيجي هنا على الريبو دي هتلاقي نسبالك تحت في الديسكريبشن هنا الريبو دي اهي خاصة بي ال ماسك ارسي ان ان اللي هو بيعمل ديتكشن ونستان سيجمنتاشن لويت هنا على دغطت عليها كده هدخلك على الصفحة دي هتنزل تحت خالص بعد كده تضغط على وتبدأ تنزل الويتس دي اللي هو ماسك ارسي ان ان كوكو دوت اتش بيب دي هي الويتس اللي انت هتستخدمها وهتحطها عندك في نفس الديريكتري اللي الكود موجود فيه وبعد كده تبدأ هنا تحط الاسم بتاعها وبالطراق دي انت كده جبت الويتس بتاعتك اللي انت هتستخدمها في الريال تايم او على فيديو او على ايمج او واديفر يعني الصف اللي انت شغال عليه تمام يبت şekilde كده المودل اللي احنا نستخدمه بعد كده بقى اخر ان احنا نبدأ نعمل الموضوع في او على فيديو او زي ما قلت لك اي تسك يعني هنا عادي جدا هنفتح عن طريق سيفي تو دوت فيديو كابيتشر هنا هنحطط الفيديو اللي انا هشتغل عليه ده الاسم بتاع الفيديو وبعد كده هنا بقى كلام كله مش محتاجين ان احنا نشرحه يعني فنعمل ده اه هنا طبعا اه بنعمل تشيك ان الكاميرا مفتوحة وبعد كده هنا بنبدأ نقرأ الفريمز بتاعتنا وبالنسبة بقى الموضوع هنقول اللي هو الموديل بتاعنا او الويتس اللي احنا جبناها من هنا اللي هي الفريابل ده تمام دوت اه سيجمينت فريم وبتديله هنا الفريم بتاعتك اللي انت عايز تعمل عليها وبتقول له شو بي بوكس اقوال تو ترو يعني عشان يعمل لك انستان سيجمينتشن يطلع لك الماسك بتاع بتاع كل اوبجيكت وفي نفس الوقت يطلع لك اه اه بوكس طبعا لو انت عايز تعرف ايه الارجمينتس اللي بتاخدها الفونكشن دي بتجي هنا تعمل شفت تاب او ممكن تعملها بالطرق دي كده هنا اهو بتقول سيجمينتشن اه موديل دوت اه سيجمينت فريم وبعد كده على امتين استفهام وبترن السل دي بيجيب لك بقى كل الفونكشنز اللي او سوري كل الارجمينتس اللي موجودة داخل الفونكشن دي سواء طبعا هنا ما طلعهاش لاني لازم ارن الكود من الاول فخليني كده ارن الكود من اول هنا نرن بعد كده هنا نرن السلة دي عشان نعمل لود للمودل بتاعنا كده خلاص خلص وهنا نطلع لي اللي قدامك ده بيقول لي ان في اه بعض او بعض اللي او بعض انت بتستخدمها حصلها ولكن عادي ممكن تعمل له مش مشكلة تعال بقى نرن السلة دي اللي هي اه عشان تطلع لنا يعني اللي موجودة او الموجودة او هنا او بتاخد اول حاجة بتاعتك وبعد كده يا كلها حاجات متعلقة دي اه كلها حاجات متعلقة بقى بال بتاعك هنا وانت عايز تطلع على الحاجات دي يعني هنا بتحطها هنا بقى بتحكم في بتاع او حجم اه والتيكست اه والبوكس ثيكنيس وهكذا يعني ايه كلها حاجات متعلقة ب بس احنا اهم حاجة هنا بالنسبة لنا يعني ان انت بتديله الفريم اللي هو يعمل لك عليها وهنا بنظهر كمان بتاعنا تمام والرزلت الصورة اللي هو بيعمل عليها اه كل الكلام ده الصورة اللي هو بيحط لك عليها والصورة اللي هي بيحط لك عليها بتكون متخزينة هنا في الاندكس رقم واحد فعشان كده هناخد الاندكس رقم واحد وهي دي الصورة بقى اللي احنا هنبدأ نعمل لها شو هو ده الاسم بتاع الويندو وهنا اللي احنا هنعمل لها شو وهنا طبعا وهنا لو احنا ضغطنا على هيبدأ ان هو يعمل للفريم كلام كله محتاجين ان احنا نشرحه يعني اقام حاجة بالنسبة لنا هنا اللي هي الفونكشن دي تديره هنا بتاعتك اه وهنا خلاص يعني بتتحكم بقى في الارجم انت عايزها ده كده شغلين على فيديو لو انت عايز تعمل مواضيع في الريال تايم هتشيل كل الكلام ده وتحط زيرو هيبدأ يشتغل معاك في الريال تايم ولكن طبعا موضوع الماسك ارسي انه هنا دوت انت عارفين يا جماعة انه هو يعني انت عندك اه موجودين في الاركتكيتشار عندك الريجون بروبوسل نيتورك وعندك اه عندك الديتكتور كمان موجود عندك فعندك داخل الاركتكيتشار فالموضوع هيكون بطيء جدا لو انت بترنى على ال سي بي يو لازم ان انت ترنى الموضوع دوت على ال جي بي يو تمام اه فخلان نعمل رن كده دي النتيجة جماعة زي ما انتم شايفين قدامكم كده عامل فعلا اه برودكت لي البوننج بوكس وكمان طلع ولكن زي ما انت شايف كده الموضوع بطيء بطيء جدا 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 يعني فزي ما قلت لك لازم ترنى على ال جي بي يو تمام اه بس اعتقد ان سهل جدا جدا وبرضو الموضوع سهل جدا فلسه طبعا فيه امثلة عملية تانية وفيه بعض التانية اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل في الفيديوز اللي جاء ان شاء الله بالنسبة للكود ده تسيبه لك تحت في الدسكريبشن ولو في اي حد عنده سؤال يسوبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم